إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن حكومة الحرب قررت مواصلة إسرائيل عمليتها في رفح للضغط على حماس وأطلق سراح الرهائن وتحقيق أهداف الحرب مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل سترسل وفدا من الوسطاء لاستنفاذ إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لتل أبيب واعتبر أن مقترح حماس لا يلبي مطالب إسرائيل الأساسية